اشتركوا في القناة وكان العراق وهو أمر طبيعي جدا جدا أن يكون خارج التصنيف العالمي لجودة التعليم من الطبيعي جدا البعض يعني عبر عن هذا الحال باندهاش وبمفاجأة كأنها وهذا غير حقيقي العراق على الوضع الذي صار إليه منذ عام 2003 لحد الآن كان يجب من الطبيعي أن يكون خارج تصنيف العالمي لجودة التعليم هذا وضع طبيعي جدا جدا لأن لا هناك اعتناب التعليم لا وجودة للتعليم أساسا نحن لدينا مثل ما تعرفون أو قد لا تعرفون لدينا نحو 980 رياض أطفال روضة فيها نحو 200 ألف طفل لدينا بحدود 13 ألف مدرسة ابتدائية يعني فيها نحو تتسجح يعني في العراق نحو 5 ملايين بتلميذ لدينا مدارس ثانوية بحدود 6200 مدرسة ثانوية لدينا في الجامعات 35 جامعة حكومية ولدينا 45 جامعة وكلية أهلية يعني بحدود بأجمالي 85 جامعة وأكاديمية في العراق هذه كلها تدفع إلى الشارع جيل مع الأسف جدا مع الأسف غالبية منه غير متعلم بالشكل الحقيقي والصحيح الذي يستحق أن يقال أنه قد أخذ مستوى معين من التعليم العالي الذي يجب أن يكون عليه تلاميذ والطلبة في كل مراحل الحياة وفي كل دول الدنيا يعني ووزارة التربية الحكومة الحالية الحكومة السعوية تتحدث عن حاجتنا وحتى اليونسكو يتحدث عن حاجتنا إلى 15 إلى 20 ألف مدرسة نحتاج لدينا نحو اليونسيف تقول لدينا نحو 8000 مدرسة بحاجة إلى إعادة بناء وتهيل لدينا ألاف المدارس الطينية الطلاب المفروض 10 إلى 12 طالب في الصف الواحد إلى 15 طالب في أقصى احتمال لدينا نحو في بعض المدارس وبعض الصفوف أكثر من 120 طالب مصيبة كبيرة الحقيقة التعليم يقوم مثل ما تعرفون على المدرسة والطالب يعني المدرس والطالب والمدرسة أو الجامعة والمنهج الدراسي نحن لدينا خلل في كل ذلك المدارس كأبنية لدينا خلل والجامعات كأبنية لدينا خلل كبير جدا الطالب لدينا خلل كبير لأنه يأتي من بيئة الآن متوترة بيئة مفقودة الأمن مفقودة الصحة مفقودة الخدمات كل شيء هو ناقصة بيئة محتقنة ملتبسة ويجب أن يأتي من بيئة طبيعية وبيئة مشجعة للتعليم هي البيئة طاردة للتعليم وجود التعليم يودي إلى التنوير إلى كبر العقل إلى الرؤية الصحيحة وبالتالي سيخرج جيل متعلم يرى جيدا يرفق كل هؤلاء الذين حكموا العراق لأنهم مجموعة من الصراق والفاسدين وهذا لا يريدونه لذلك التعليم بطريقة غير صحيحة ذلك المجتمع فيه خلل كبير يدفع بالتلاميذ إلى مدارس فيها خلل أيضا التعليم فيه خلل المناهج فيها خلل كبير وبالتالي نحن نفقد في كل سنة أجيال كبيرة من الطلاب طبعا المعايير الجودة التي تعتمدها دافوس وغيرها والتي نحن خارج التصنيف العالمي لجودة التعليم معتبرنا هي معايير ربما كثيرة من المعايير لكن 12 معايير ربما مهمة جدا المؤسسات واحد من عندها بناء وجودة وأهداف وعمل نحن ليس لدينا مؤسسات لا تربوية ولا غير تربوية هذا ليس حديث عن التربوية فقط لكن كل المؤسسات ساندة للتعليم الصحة الخدمات غيرها كل هذه التخطيط والرؤية كل السياسية والأمنية كل هذه المؤسسات تسند التعليم وتؤدي لتعليم جيد هذه غير موجودة عندنا الابتكار نحن ليس لدينا ابتكار المواطن والإنسان والعائلة والفرد في المجتمع يسعى طوال هذا الوقت لكي يؤمن نفسه ولكي يوفر لنفسه خفزة العيش بيئة الاقتصاد الكلي بنية الاقتصاد الكلي بنية الاقتصاد الكلي منهارة لدينا لدينا وضع مشوه اقتصادي ليس لدينا سياسة اقتصادية في كل يوم تغيير الصحة لدينا منهارة والكل يشهد على ذلك التعليم الأساسي تعليم سيء كل خمسة يدخلون إلى المدرسة ثلاثة يتصربون منهم واثنين يكملون إلى السادس الابتدائي ويعبرونه هكذا التصرب يزداد المراحل الثانوي والجامعية التعليم الجامعي فيه خلل كبير لأنه هذا طبيعة الجامعة التخرجين بلا معلومات بلا مستوى تعليمي عالي يستحقون به مثل ما كانوا في السابق الشهادة العراقية في كل مكان وكانت محترمة ومحترف بها في كل دول العالم تدريب ليس لدينا تدريب لأننا لدينا بطالة لدينا مصايب ولدينا مؤسسات معطلة لدينا مصانع معطلة لدينا زراعة معطلة لدينا كل شيء من تهي فأين التدريب هذا؟ الكفاءة هذه مشكلة كفاءة سوق العمل حال حال لدينا بطالة عالية جداً أكثر من 65% من الشباب وعاطلين الذي يتخرج أمل ماكو في التخرج لذلك يعني ماكو حافز للتخرج والدراسة والتعليم بشكل قوي لأنه يعرف أنه سيذهب إلى طوابير العاطلين على أمل الجاهزية التكنولوجية نحن ليس لدينا لنستخدم التكنولوجيا لحد الآن بشكل صحيح ولم نستخدمها حجم السوق الذي يتسع إلى الخريجين وقيل جداً جداً تطوير الأعمال والابتكار هذه كلها هي هذه المعايير بالتالي عندما يضعون هذه المعايير يجدون العراق خارج هذه التصنيفات بالتالي نحن أمام كارثة كبيرة الحقيقة كارثة كبيرة وهؤلاء الذين يعني القوى السياسية وقوى العملية السياسية يدعون إلى انتخابات مبكرة وأنهم سيشاركون بها عليهم أن يخجلوا عليهم أن يستحوا هؤلاء الذين أوصلوا بالعراق إلى هذا المستوى بعد أن كانوا خالياً من الأمية وكانت جامعاته ومدارسه من قيرة المدارس كان يشعل الآخرين تعليماً ونظاماً تربوياً الآن العراق بهذا الوضع السيء عليهم أن يخجلوا هم الذين أوصلوا العراق إلى هذا المستوى ويريدون أن يشاركوا بالانتخابات لكي يعيدوا تدوير هذه النفايات لكي تسهم مرة أخرى في دفع العراق إلى هذا وزير التخطيط في عام 2020 السابق كان يقول أنه الانتهاء من المدارس الطينية سينتهي عام 2020 لم يحصل هذا والمدارس الطينية زادت والمدارس المؤهلة والمدارس التي تحتاج إلى بناء وترميم زادت أكثر الوضع أسوأ بكثير لذلك أقول مرة أخرى أن يكون العراق خارج التصنيف العالمي لجودة التعليم وضع طبيعي جداً جداً وضع ليس فيه أي مفاجأة مع الأسف الشديد هذا العراق الذي من أول مدرسة الذي علم الناس أول حرف يصل مستوى إلى هذا الحجم أترككم بخير ألتقيكم في حلقتنا قادمة إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله أسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة